ربنا يسلمكم ويحفظكم يا رب الحمد لله رب العالمين نعمة الحرية نعمة كبيرة الفرحة كبيرة طبعاً بلقاء الأهل بس بتظلها الفرحة ناقصة بعدم وجود أخوي مالك اللي اعتقلوا بعد اعتقالي بـ 22 يوم والفرحة ناقصة لأني لحالي الأسيرات لسه في وراي 26 أسيرة لسه بيستنوا بحريتهم فإن شاء الله قريباً بتكون حريتهم حاضرة وبنلاقيهم ومنلتقوا فيهم خارج سجون الاحتلال وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا يا رب الأسيرات دائماً كانوا مساندات للأسرة في كل شيء الحمد لله أنه ربنا نصر الأسرة مبارح لكن لو ما كان صار هذا الانتصار كانوا الأسيرات سيكونوا جزء من هذه الخطوات وسيكونوا دائماً مساندين للأسرة طبعاً دائماً لما كان يكون في خطوات عند الأسرة دائماً لما يكون في اقتحامات عند الأسرة أي شيء عند الأسرة كان دائماً يشكل علينا حزن دائما كان يخلينا دائما زعلانين ودائما طبعا كنا ندعي لهم لكن الحمد لله رب العالمين دائما الأسيرات قويات ودائما رح يظلوا على العهد ورح يظلوا مساندين للأسرة وإن شاء الله الفرج قريب للجميع